مصممت الأزياء رجاء مخلوف أهلا وسهلا فيك على موقعك أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة يعني كلنا منعرف أنه حضرتك مسؤولة عن إطلالات الجزء الثاني من مسلسل سوق الحرير النجمات مثل كاريس بشار أمر خلف ناديد دحسين بيك وأكيد غيرهم من النجمات خبريني أكتر عن هذا التعاون خاصة أنه أنت مسؤولة عن الجزء الثاني فقط ليس الأول بالحقيقة الشغل بسوق الحرير كان بالنسبة إلي كتير كتير مهم لأنه أنا مغرمة بفترة الخمسينات هي من الفترات الذهبية بسوريا على كافة الأسعدة يعني كانت دمشق بوقتها تعتبر من أنظف مدن العالم ومن أجملها والمرأة السورية بهذا الوقت كانت كمان امرأة جميلة جدا وأنيقة جدا خارج إطار الحارة الشامية والبيئة الشامية اللي صار متعارفة عليها يعني كي المرأة كانت فعلا تلبس لبس شبه أوروبي إلا بالحارات اللي كتير كتير دايقة يعني الحارات القديمة جدا ممكن كتير تلاقي امرأة لابس ملاية أو اللبس العتيق خلينا نسمي فكان شغف كبير بالنسبة إلي أني أنا أرجع رح أحيي هذا الزي الجميل للامرأة السورية بهذا العصر يعني الفترة اللي شاهدناها بسوق الحارق كما ذكرت حضرتك هي فترة الخمسينات فبالتالي في طابع خاص للموضة يعني خط يعني واضح للأزياء إذا بدنا نقول كيف حافظت علي من خلال الأدوات؟ شو الأدوات اللي ساعدتك؟ هلأ أنا طبعا يعني حتى لو كنت مغرمة بفترة الخمسينات وبعرف عنها كتير مع ذلك قرأت كتير وفتحت نيت كتير وشفت أزياء عالمية وشفت وبوقتها كانت طلعت كريسيان ديور وهو اللي عمل هاي النقلة بالأزياء يعني صار جسم المرأة يظهر جماله بالخسر بالفستان العريض من تحت اللي عند الركبة كلها يعني الدراسة اللي عملتها دراسة كتير كبيرة وطبعا القماش السوري طول عمره قماش جيد حتى ممتاز وجميل جدا من طول عمره بيتصدر لبراء وبيعملوا منه أزياء عالمية سواء ملكات بل عالم ومثلات هاد الحكي قديم مو هلا يعني هاد الحكي من وقت الخمسينات والأربعينات وقبل يعني البروكار والقطن السوري والكتان يعني من الأقمشة العظيمة فكان عندي أكيد مصدر كبير الهام الهام كبير هو اللي عماش السوري فمزجت بين معرفتي بالموضع وبين القماش السوري وحاولت تطلع شي يعني خلينا نسميه عصري يعني على مدار 30 حلقة أكيد في تكرار للإطلالات أو هاي يعني هالشي خلينا نقول إنه ممكن إنه كان متتكرر الإطلالة كيف أنت أبعثت عن تكرار الإطلالات خاصة إنه جزء الأول كان كمان مليء بالإطلالات هلأ كلمة تكرار الإطلالات يعني هذا بيطبع السيناريو يعني تكرار بيطبع السيناريو بس أنا حاولت إنه قد ما بقدر غير بالإطلالات نوعها لأنه كان عندي إمكانية إني أعمل هذا الشيء أول شيء إمكانية زمنية ثانيا الجهة المنتجة أتاحت إلي مشكورة طبعا أتاحت إلي هامش كبير إني أنا أعمل عدد كبير من الإطلالات إني قدر بوظفهم بمكانهم الصح للممثلات الجميلات اللي التسميون وفي غيرهم طبعا بدلت جهد يعني إنه هنهم يطلعوا بأجمل صورة ممكنة وصورة تكون متنوعة ونظل محافظين على سوية من الجمال قدر إمكاننا طبعا ما فيني أقول لك إنه أنا قدرت بكل المشاهد إنه كون على نفس السوية أكيد ما فيني يعني أنا عاملي آلاف القطع أنا عاملي آلاف الموديلات بس حاولت كل جهدي إنه تكرر خاصة الأشياء الحلوة هي اللي بحب تكررها أكتر من غيرها يعني يعني بالحديث عن الإطلالات ومكما ذكرت أنه النجمات يعني تقلقوا بها المسلسل شو الإطلال اللي حبيتيها كتير بالكواليس وقلت أنه بس تطلع على الشاشة رح تعجب الجمهور أو رهنتي عليها هذا الشيء يعني حرام هذا فعل حرام أقوله لأنه بالحقيقة وبيكل صدقه من قلبي كانوا النجمات السوريات بهذا العمل هني هني حلوين هني بالحقيقة حلوين وكنت متأكدة أنه يعني شو ما عملت لهم رح يطلع حلو هلأ بدك تقللي كاريس أحلى من طلع اللبس عليها كتير حلو يمكن مو لأنه هي أحلى من غيرها أبدا البقايا كلهم حلوين وهي بتعرف هذا الشي يعني بتقوله بس لأنه هي هي الشخصية بتتحمل مني أنه أنا نوعلة كتير واستخدملة قماش مميز طبعا لكاريس استخدمت قماش البروكار كتير يمكن الناس ما بتعرف أنه هذا القماش اللي هي لعبسته مثلا فيه منطوف فيروزي هذا كنت متأكدة أنه رح يطلع كتير حلو هذا بروكار بس هذا بروكار كتير عتي يعني وقتها نزلت أنا على سوق تفضلي يا ست وقلت له لبيع قماش قديم قلت له طلع لي طلع لي شو عندك أمايش عتيقة أمايش يعني ستوكات فطلع لي مجموعة من الفضل وقال لي ما في هاي ما في مننا غير متر وهاي ما في مننا غير مترين قلت له هاتن كلها ياتن فوظفتن لهدول بالمكان باعتقد بالمكان الصح اللي هو لكاريس ولكن يعني أمر خلف ولا ندين تحسين بيك ولا رانا كرم هني بالحقيقة من أجمل نجمات سورية قلبا وقالبا وأنا كنت تعيدة جدا لما قالوا لي أنه هن المبسوطين أنه طلعوا حلوين بهذا العمل فأنا وصلني حقي بالحديث عن النجمة كاريس بشار يعني لفتت لأنظارتها راحة على سوشيال ميديا وعلى المواقع التواصل الاجتماعي بالإطلالات اللي عم تطلع فيها هالشي قديش أخد تحضير خاصة مثل ما قلت لي لأنه الشخصية يمكن هيك شوية لأنه تحمل طابع الشر والخير فبتتحمل أنه أنواع كتير من الإطلالات بتتحمل يعني هي فعلا بتتحمل لأنه مش إنه شر وخير هي مانا شريرة الشخصية هي هيك مكيودة أكتر من مانا شريرة مكيودة ومعتزة بحالة معتزة بحالة وبجمالة فاشتغلت كتير على إطلالاتها لأنه هي من الشخصيات اللي كمان تطلع كتير برات البيت وعندها كتير روحات وجيات وعندها حالات متنوعة فشتغلنا على الإطلالات طبعا كنا نعمل تيستات كتير نشوف مثلا هذا الزي بده زنار ما بده زنار بده أكسسوار ما بده أكسسوار إذا بتلاحظ أنه أنا يعني أقل ما يمكن الأكسسوار استخدمت أنا يعني الأكسسوار بمعنى الحلاء والتواق والأصاص هاي إذا ما قلن وظيفة ولا مكان مناسب ومحتاجينه أنا ما بحط بلا خلي الزي يحكي عن حاله والممثلة هي اللي بتعطي ما يلزع يعني لما أنا بلبسها لبس حلو هي بتعطيه كمال من روحها بيصير إزاي أحلى يعني إذا بدنا نقول إزاي هو اللي بيعطي الثقة بالنفس يعني ممكن الأزياء تساهم إنه تعطي المرأة أو بشكل عم بزي نحكي عن كاريس بشار بهالعمل عطتها إزاي الثقة بالنفس حتى كانت بهالصورة اللي شفناها الزي بيعطي للممثلة والممثلة بتعطي للزي يعني هو عطاء متبادل وأنا بعطيهن اتنين عطتهم يعني أنا بعطي الزي كما يجب وبخبر وبحكي مع الممثلة بحيث إنه نحنا يعني نخلي هذا الزي يكون إلو روحه ينطق ينطق تماما على جسد الممثلة فبالتأكيد هو العطاء متبادل يعني كان بيننا كل آياتنا يعني فبالتأكيد هو العطاءعбы والمثلة بدون تركها Bruno kö Consideration الفرما تأخذ اشتركوا في القناة